السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي أن أتناول بالفكر وليس بالتفسير الجزء الرابع من القرآن الكريم نتناوله تناولا سريعا في بداية الأمر بالحديث عن العموميات التي ذكرها فيركز هذا الجزء الرابع من القرآن الكريم على تعليم سنن الله في الكون من حيث الهزيمة أو النصر من حيث التوجيهات الربانية للمسلمين كيف يتعملون في المعارك سواء الجدلية أو الحربية ثم يعرض هذا الجزء صورة النساء والتي سماها البعض بصورة الإنسانية حيث تنظم هذه الصورة الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم بل والمجتمع الإنسانية كلها ثم تبني تصورا لكيفية التصدي للمعارك سواء كانت جدلية أم كانت حربية كذلك يحتوي هذا الجزء على تقريرات في حقائق التصور عن العقيدة الإسلامية ويعلم تثبيت النفس الإنسانية على العقيدة سواء أمرت بحالة هزيمة أم نصف وهذه صنة الله تبارك وتعالى في الكون ويتكون هذا الجزء الرابع من القرآن الكريم كما هي عادة كل جزء من ثمانية أرباع في الربع الأول منها يتناول الحلال والحرام من الأطعمة التي تقررت لبني إسرائيل بعد أن حرموا على أنفسهم وكانوا سببا في تحريمها من تصرفاتهم نوعا من الأطعمة ثم ما هو موقف أهل الكتاب من المسلمين وكيف يجب على المسلمين الاعتصام ثم وصف الأمة الداعية إلى الخير الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر وذن التفرق والاختلاف بينهم ثم نصر المسلمين على اليهود بعدما نالوه من أذاهم في الربع الثاني تقرر أن أهل الكتاب ليسوا سواء فبعضهم آمن وأغلبهم رفض لكن ذلك لا يعني أن المسلمين لا يحذرونهم بل يجب أن لا يتخذوا منهم بطانة لأنهم ككل يكرهون الإسلام وفي الربع الثالث معاملة المؤمنين فيما بينهم يعني في الأول معاملتهم مع اليهود ثم هنا في الربع الثالث معاملتهم فيما بينهم فكشفت الآيات عن صفاتهم الكاشفة وصماتهم المميزة وقال إن علامة إسلامهم وإيمانهم هي التقوى التي تحميهم من السقوط في هاوية الأهواء أو الوقوع في شرك الفساد وتلك هي سنن الله في كونه فليحذر اليهود في الربع الرابع والخامس والسادس من هذا الجزء الرابع من القرآن الكريم تواصل الآيات حديثها وتناولها ليوم أحد وإيمان أو ضعف البعض وقوته أو ضعفه وعاقبة صبرهم بأن يبتليهم الله ليكشف ما في نفوسهم ثم يأتي آخر ربعين الربع السابع والثامن لتبين الآيات أن دين الله دين رحمة يرعى حقوق المستضعفين من بني الإنسان وتنتقل الآيات إلى الصداق وهو العطاء القالص للمرأة ولا يحق لأحد أخذه من المرأة أما هي إن ارتضت أن تعطيه للأول أو تتنازل عنه للثاني أي للأب أو للزوج فهذا يرجع إليها فقط وهذا يبين مدى رحمة الله بالنساء تبين الآيات أيضا الإرث بين الأزواج والأقارب تبين الآيات وتحدد حصن المعاشرة بين الزوجين عدم استغلال الزوجات أو الإضرار بهن بهدف استرجاع ما قدم إليهن من صداق ونحن عندما نتناول هذا الجزء بقليل من التفصيل نقول بدأ بقوله سبحانه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون وهذا يعني أن الإنسان في زماننا هذا لا يحل له أن يتكبر على طعام أو يأنف من تناول طعام أو شراب أحله الله ما لم يحرم الإنسان على نفسه كما فعلت اليهود من قبل ثم يذكر الله تبارك وتعالى الجمع الإسلامي فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل صدق الله أي في كل ما يأمر أو يحلل أو يحرب فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة أنتوا لين حرفتوا اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين ثم يتناول الله سبحانه وتعالى في الآيات الحج بقوله إن أول بيت وضع للناس وضع للناس ومن هنا بعض العلماء قالوا إن كلمة وضع للناس أي أن الملائكة هي التي وضعته ببكة مباركا وهدى للعالمين لأنها كلمة وضع للناس أي من غير الناس هكذا فصرها البعض بينما البعض الآخر قال وضع للناس أي من أبيهم آدم عليه السلام إلى آخر التفسيرات لهذا القول الرباني فيه آيات بينات مقام إبراهيم وكلنا نعلم مقام إبراهيم في الحج ومن دخله كان آمنا أي أمنوا من دخله مش نعتقش ناس تعتدي على الحرم نقول سيبهم يعتادوا عشان خطر ربنا قال ومن دخله كان آمنا لا أي أمنوا من يدخل الحرم فإن أراد اعتداءا فأوقفوه عند حده لازم نفهم مقصود الآيات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وكلمة سبيلا هنا تعني ليس طريقا فقط بل تزودا أيضا بالمال والعتاد ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي أن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى حج العباد حج العباد لبيته فإنه غني عن العالمين بل نحن الذين نبحث عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى وفقما أمر تعود الآيات لمخاطبة أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون ثم تلتفت الآيات إلى مخاطبة المؤمنين بقول الله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فلتحذروا وكيف تكفرون وأنتم تطلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وهذا فيه ملمح عظيم إذ يقول الله وفيكم رسوله ولم يقل ورسوله فيكم ده دليل أن التقديم والتأخير للقر والمجرور فيكم على كلمة رسوله أي أنكم بعدتم بينكم وبين رسولكم حينما لا تطيعون ربكم ثم أعقبها بقوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم والهداية لا تكون إلا من الله ولذلك جاء الفعل هدي بالبناء للمجهول ثم يبين الله سبحانه أهمية التقوى فيقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاطه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهنا أيضا ملمح آخر إذ اختلف المفسرون في كلمة حبل الله فبعضهم فسرها بأنها الطريق المستقيم والبعض أراد أن يؤول فقال هي قوة الله سبحانه وتعالى تمسكوا بها حتى لا تتفرقوا وتكمل الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا لحظوا تتابع الفاءات فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يعني كل هذا من الله سبحانه وتعالى بالتتابع وفقا لتقواكم وكنتم على شفى خفرة من النار فأنقذكم منها كما هي الإمدادات من الله للمؤمنين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وتستمر الآيات ولتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير وهذه نقطة مهمة ولتقوا منكم أمة جاء اللفظ منكرا بالنكرة يعني للتعظيم نعم جائز جاء الأمر لأنه يقصد أمة معينة وليس كل أفراد الأمم جائز كالعلماء مثلا والفقهاء والشيوخ والمفسرين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سبحانه وتعالى جمعهم في كلمة أولئك هم المفلحون طب ما العاقبة إذا لم يكونوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات احذروا الجدال احذروا الاختلاف مغبة الاختلاف مؤلمة لأن دي معنى وأولئك لهم عذاب عظيم هذا هو الجزاء الذي يلاقيه هؤلاء المفرق يلقاه هؤلاء المفرقون يقول سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وهذه من السنائيات التي كنا قد أشرنا إليها بالأمس فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم يعني السواد جاء من الكفر فالكفر يسود الوجه بعكس المؤمن فيبيض وجهه ولو كان أصمر البشرة وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ولحظوا أيضا كلمة ففي رحمة الله الفاء على طول تعني العاقبة فورية تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق يا محمد قد علمناك سبيل الحق وما الله يريد ظلما للعالمين محدش يغلط ثم يقول ربنا ما نصرنيش أو ربنا سبحانه وتعالى سود وجوه ربنا ما بيسودش وجوه أحد وإنما تصرفاتنا السيئة هي التي تكون عاقبة المخطئ ثم تشير الآيات إلى نقطة جميلة كنتم خير أمة أخرجت للناس أوعى حد يظن أننا ما زلنا وحنفضل طول عمرنا خير أمة وبس يسكت لا لازم يفهم استكمال الأسلوب في هذه الآية يقول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس إمتى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذن إذا امتنعنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله فلننكون خير أمة تنبهوا ولكن قد يأتي آخر فيقول لا نحن خير أمة فبعضنا كذا نعم لكن البعض أحيانا لا يغني عن الكل فكلما قل العدد بدأت تنسحب من بين أيدينا الخيرية التي كتبها الله لنا فلنحذر ولذلك يعقب الله في ذات الآية فيقول حتى نفهم جيدا ولو أن أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم أي هم فقدوا سيطرتهم على الكون في ذلك الوقت لأنهم لم يؤمنوا بالكتاب منهم المؤمنون صحيح فيهم طائفة آمنت لكن أكثرهم وأكثرهم الفاسقون ثم يقول الله سبحانه وتعالى حتى يحذرنا منهم وحتى لننقاد إليهم ونعطيهم أسرارنا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لأنهم ربنا سبحانه وتعالى ضرب بينهم السبل فلا يكتمعون على كلمة فليجب علينا أن نكون خير أمة بالتمسك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك تتناول الآيات قول الله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة من أهل الكتاب أي بعض من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يزجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين فمحد الشهول أن الأمة الإسلامية هي الأمة الخيرية فقط ما ربنا بيقوله من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله وإلى آخره يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم المفلحون من الصالحين فلتتنبه أمة الإسلام بأن الخيرية إنما استمدت من العمل بأوامر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمصارعة في الخيرات في مقابل ذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وماذا لو أنهم أرادوا أن يستغلون طيبة المسلمين ربنا سبحانه وتعالى بينبه المؤمنين بقوله لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يعني يصرون إليكم بأنهم يحبونكم ثم تكتشفون أن صدورهم للأسف مليئة بالبغضاء وأكثر مما مما يحتويه هذا اللفظ ها أنتم أولئك يحبونهم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ثم يعقب الله بقوله قل موتوا بغيظكم إن الله عليهم بذات الصدور طيب إيه الدلائل والعلامات اللي تعرفنا إنهم ما بيحبوناش ربنا بيقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها لكن طب نعمل إيه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وماذا عن الجدال الحربي إذن يقول سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون بوعوا تحسبوا أن النصر بييجوا من شطرتكم ده من عند ربنا إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي أن النصر بيد الله وحده وهو الذي يمد المخلصين لربهم بعدد وافر من الملائكة يساعدونهم على النصر وهل النبي مسؤول عما في صدور المؤمنين من ورائه قال سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم فربنا هو الذي يعامل البشر على ما في قلوبهم إن أحسنوا وأخلصوا لله أو أساءوا وأطاعوا عددا من اليهود الذين يردونهم عن دينهم بعدها يحص الله المؤمنين إلى المسارعة للمغفرة بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وشيء عجيب جدا أن الآية هذه فيها مال محرائع وجنة عرضها ولم يقل طولها إذا كان عرضها السماوات والأرض فما بالكم بطولها هذا أولا ثانيا أعدت للمتقين أي خصصها الله للمتقين الذين إشار إليهم بضرورة التقوى في البداية منذ عدة آيات فلنتنبه من هم المتقين يا رب الذين ينفقون في الصراء والضراء في الصراء الواحد رايح يجوز ابني وينفق الواحد رايح يعالج ابنه أو زوجته ينفق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ما فيش داعي يجب أن نتغافل ونتغاضى عن بعض الزلات ممن هم حولنا العافين عن الناس ما فيش داعي واحد ييجي يقول أنا لازم أخد حقي بالزوء بالعافية وإلا أظهر ضعيفا أمام الناس أبدا فربنا بيقول والعافين عن الناس ما ألشع كمال عن المؤمنين أو عن الأقارب قالوا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لأن دا إحسان فربنا بيحب الإحسان والذين إذا فعلوا فاحشة كل دي صفات للمتقين يبقى ينفقون في الصراء والضراء يكذمون الغيز يعفون عن الناس يذكر الله فيستغفروا لذنوبهم سبحان من قال ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني إذا أخطأوا فوجب عليهم الاستغفار والرجوع عما فعلوا أولئك كل هؤلاء جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الجنات اللي ألهب أو عدة المتقين وجنات وماذا لو أصاب الناس هزيمة ربنا بيقول هذا بين للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بس إمتى إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مسى القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس هذه سنة الله في الكون لابد أن نعلم أن هناك نصرا وأن هناك هزيمة ولا يتحججوا البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في مقدمة غزوة أحد فالمخطئ من لم يسمع توجيهاته في المعركة وما ذنب المؤمنين في ذلك الوقت ربنا بيقول وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يعني ما أنتش هتخشوا الجنة كده هباء لا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لازم يعلم من يصبر على الهزيمة ويعيد حساباته وفق ما كان عليه حتى يتجنب الهزيمة من بعد طيب وبعدين ألوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أمالي يعني ترجعوا تاني كفارا بعد أن كنتم مؤمنين أبدا وسيجز الله الشاكرين في آخر الآية ثم يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فمحدش يقول أنك النفس موت ومموتش ومش عارف إيه لا ومن يري الثواب الدنيا نؤته منها ومن يري الثواب الآخرة نؤته منها أيضا وبعدين وسنجز الشاكرين ونحن نعلم أن الشاكر هو الذي يريد ثواب الآخرة وليس فقط ثواب الدنيا وماذا لو ارتد بعض المسلمين ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين أوعي تحسبوا أن الكفار هم من تصروا لشطرتهم لا دا لإهمال وتقصير منكم أيها المؤمنون إذ لم تسمعوا توجيهات رسول الله ولم تتمسكوا بها في معركة أحد وهذا ما دفع إلى هزيمتكم في آخر المعركة بعد أن كنتم قد تسييتم النصرة في بداية هذه الغزوة وهي غزوة أحد وماذا تكون النتيجة عندما أصابهم الغم ربنا سبحانه وتعالى أمنهم وقل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فربنا بيرد عنهم هذا القول ويقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فلنحذر لأن هناك بعض الناس أيضا ينطبق عليهم هذا القول في زمننا هذا فالكورونا مثلا رعب أصاب الناس وأفزعهم لدرجة أن البعض لا يريد أن يخرج من سريره ويقول الله سبحانه وتعالى ليس الخوف من المرض وإنما هو مجرد تحصين ليس الخوف من الموت وإنما هو مجرد تحصين للنفس أما لو شككتم أن فلانا مات لأنه خرج وأصابه المرض فقط نقول لهم اعلموا أن الموت يأتي للجميع ويأتي لكل نفس ولو كان ولو كنتم في بروج مشاهد كما قيل من قبل وماذا عن من رفض أن يحضر المعركة فقال أو ادعى كذبا أن الذين ماتوا لأنهم ذهبوا للحرب أن ما احنا ربنا حمان عشان هربنا من المعركة فيقول الله سبحان وتعالى بما معنى كذبتم 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 لأن الشيطان هو الذي يضحك عليهم ربنا سبحان وتعالى بيبين يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ولقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم والله يحيي ويموت فأمر الإحياء والإمات بيد الله والله بما تعملون بصير وقد يعجب البعض فيقولون نحن كنا حول النبي عليه الصلاة والسلام فكيف نهزم يا رد الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين لاحظوا هذا الملمح معي وشاورهم في الأمر لاحظوا إن الغزوة اللي جات بعد كده هي غزوة الأحزاب وقامت بناء على الأمر بالشورى وفعلا أدل سلمان الفارسي بفكرة حفر الخندق فنحاول أن نربط بين الآيات وبعضها وبين الغزوات وبعضها وأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم هباء والنبي كان يعلم معنى هذه الآيات حق المعرفة ولذلك لجأ إلى أشهر قبل غزوة الخندق وإذا ظن الناس أن النصر يأتي من عند محمد فقد أقطأ لأن الله يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ليست الشطارة في إيد اليهود عشان فزوا عليكم وليس وجود النبي مانعا لهزيمتكم أيها المقصريون وإنما النصر بيد الله ونفعلينا أن نتوكل على الله حتى ننتصر دائما وماذا عن موقف المنافقين قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وليعلم الله وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو كنا نعلم قتالا لاتبعناكم يصفهم الله بقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فضرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أنتم كذبون فالإحياء والإماتة من الله سبحانه وتعالى ثم يوضح الله تبارك وتعالى لمن قتل في سبيله بقوله ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات عكس ما نعرف خالص أمال يا رب الأحياء عند ربهم يرزقون ليه عند ربهم لأنهم قتلوا في سبيل الله أموات إذن فالحياة عند ربهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هؤلاء آمنوا بربهم فكيف يخسرون المقابل إنهم لابد أن يجدوا الجزاء من الله تبارك وتعالى لأنهم ضحوا بأنفسهم من أجل نصرة دين الله وقد يرى بعض أن الناس لفظ صريح فيقولون أن بعض الناس أسألوا للبعض الآخر قد جمعوا لكم فخشوهم فزيدوهم إيمانا وقالوا حزبنا الله ونعم الوكيل وبناء عليه فليس هناك تأويل ولا تصريف كما قال أغلب العلماء والجمال والجمال في أن يعقب الله بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم طيب وما موقف المؤمنين يقول الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يجتبي والاكتباء هنا هو الاختبار والاستفاء ثم تنتقل الآيات إلى قول الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فيقول سبحانه سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لأن من يدعى أن الله فقير وهو غني لابد أن يكون جزاؤه عذاب الحريق وبقول آية بعدها بتقول ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد تنتقل الآيات إلى قول الله كل نفس ذائقة الموت ومن العجيب أن يقول الله ذائقة الموت وهنا كل نفس حتى أنه قيل إن هذه الآية نسخت فيما بعد لأن الملائكة تظنوا أنهم ليسوا نفسا كالنفس البشرية فلن يذوق الموت فجاءت آيات أخرى لتؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو الحي الباقي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغون والبلاء في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من مين من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة مش أليل الأذى كثير وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ثم تأتي الآيات بقوله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير في النهاية الله سبحانه وتعالى هو الذي يدير لنا جميعا منظومة الحياة فيقول له ملك السماوات ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات مش لا آية اختلاف الليل آية والنهار آية أخرى فخلق السماوات آية والأرض آية فكل دي آيات يجب أن نتنبه إلى ذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي في كل أوضاعه لكنه فصلها ليقول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وهذا تمروا الآيات اللا فتت النظر إلينا بأن نتمسك بها ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن وبربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وهذه من الأدعية التي وردت في آخر صورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم أني لا أضع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى من خلاص بمحة فاللي يؤمن لابد أن يجازه الله تعالى بالخير ثم يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ده مجرد متاع قليل طب وبعدين ثم مأواهم جهنم وبئس المهات أما المتقين فضو العكس كده خالص لهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها نزلا من عند الله طب وما موقف أهل الكتاب بعضهم ربنا سبحانه وتعالى لم يبخسوا حقه فقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا طب دول بقى يضيعوا بقى ولا إيما مع وجود المؤمنين أبدا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وتختتم آيات صورة آل عمران بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أي لا تهزنكم الهزيمة ولا يهزنكم خسارتكم أمام قوم في جدال أو في معركة فإن الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله لعلكم تفلحون في هذا الجزء الثالث تأتي صورة النساء وهذا أيضا من الاسم له ملمح هل الاسم الذي أطلقه النبي أم نزل من السماء ونقول بل أسماء السور نزلت أيضا من السماء فكلمة سورة النساء لم تكن من لدن بشر وإنما هي من رب البشر هذا أولا ثانيا أن هناك سورة تسمى سورة النساء ولم توجد سورة تسمى سورة الرجال بما معناه أن الله سبحانه وتعالى يطالبنا بالرحمة للمستضعفين في الأرض ومنهم النساء والأولاد ثالثة أن سورة النساء تعني أننا لا داعي لأن نفضل أمرأة على أخرى فكل النساء في مستوى واحد وإن كانت وإن كانت هناك وإن كان هناك تفاضل فهو التفاضل كما علمنا الله للمتقي فالمتقي أفضل ممن لا يتقي الله سبحانه وتعالى وقال بعض الناس إن النساء فضلنا بأسماء كثيرة فصورة النساء وصورة الطلاق تسمى صورة النساء الصغرى وصورة النور تعلقت في بعض أحكامها بالنساء أيضا بل وصورة البقرة أيضا أوجدت العلاقة أو تناولت العلاقة بين الزوجين أيضا والذلك يجب أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى قد طلب مننا الرحمة بالنساء خصوصا في المعاملة خصوصا في الإرث كما سيظهر لنا في هذا في باقي هذا الجزء من القرآن الكريم طلب مننا أيضا عدم الضغط عليهن والإضرار بهن لاسترجاع ما قد وصل إليهن من صداق استهلت صورة النساء التي سمها البعض صورة الإنسانية بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس وليس يا أيها الذين آمنوا لأن الأمر يخص كل الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها نفس واحدة آدم خلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ليست تقديم هنا للأفضلية وإنما لأن الله القرآن الكريم يخاطب الناس جميعا بلفظ الزكورة غالبا ولكن لا يعني ذلك أنه ليس هناك نساء فإذا ما تطلب الأمر ذكرت النساء بإسمهن كما هو واضح واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني هل والأرحام هنا العطف هنا وجاءت كلمة بالنظب والأرحام ما هل معنى ذلك أننا نتساءل بالأرحام هي نتودد بالأرحام لكن هل أجاز البعض التساؤل بالأرحام وفق أن هذه الكلمة أجازها بعض العلماء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وجاءت منصوبة حتى لا يقال وبالأرحام ولذلك أغلب العلماء قالوا لا لا يكون السؤال إلا لله تبارك وتعالى ولا استشهاد بالله سبحانه وتعالى والقسم بالله دون غيره إن الله كان عليكم رقيبا ثم انتقلت الآية إلى الآية الثانية السورة بقول الله وآتوا اليتام أموالهم اليتام يبعى أموالهم دفلسهم ولا تتبدلوا الخبيفة بالطيب ما تدخلوش دفداء ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا أي ظلما وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ما تروحش بقى تطلب زواجها عشان قطر هي بيت يتيمة صغيرة تقولها اتجوزها عشان اخد فلوسها ربنا قال لا أو تعيشها معك عشان تاخد فلوسها قال لا فمن باب أو لا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ولذلك معظم العلماء من كلمة فواحدة أي الأفضل أن تكون الزوجة واحدة إلا إذا كان الرجل يجد في نفسه القدرة على النكاح فهناك التشريع الذي أباح له مثنى وثلاثة وربع أيضا علق العلماء على كلمة مثنى وثلاثة وربع فبعض المخطئين وأنا بقول مخطئين قليلون من المفسرين قالوا مثنى وثلاثة وربع مثنى يعني اثنين اثنين وثلاث يعني ثلاثة ثلاثة وربع يعني اربعة اربعة يبقى مثنى أدل اربعة وثلاث أدل ستة يبقى عشرة وربع يبقى تمنتاشر لا طبعا أخطأوا وخصوصا والبعض قال مثنى وثلاثة وربع أي اثنين وثلاثة واربعة يبقى الجمع هنا الوو بالجمع يبقى تسعة وخصوصا ان النبي تزوج تسعة فنقول انكم اخطأتم فاغلبوا تفاسير العلماء على انه مثنى يعني اثنين ثلاثة يعني ثلاثة ربع يعني اربعة وهو الحد الاقصى لاي رجل كما ان النبي فعل ذلك تطبيقا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عن طيب خاطر فان طبنا لكم عن شيء منه نفس طبنا فكلوه هنيئا مريئا وماذا لو مات الانسان وترك ولدا سفيها او امرأة سفيهة ماذا نفعل حياله انعطيه ميراثه كما امر ربنا قال سبحانه ولا تؤتص فهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة اموالكم ما قالش اموالهم ليه ربنا قال اموالكم مع ان دي فلوس الميراث التي ستذهب الى سفيه لانه انت قيم عليها كرجل كبير عاقل فقال اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني قياما على هذا السفيه فاذا الفلوس فلوسك لحد ما يكبر مش فلوسك تروح تصرفها لا يعني فلوسك يعني تحت امرتك وفي يدك وفي ملكيتك انت فلتتق الله ولا تؤتص فأموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم يعني ادوهم واكسوهم ما تقولوش بقى انا ما ليش دعوة سيبه عديانه سيبه ودومه مؤطعة لا طب وافرد ما معيش قالوا وقولوا لهم قولا معروفة افرد عاقل فادفعوا اليهم اموالهم صارت بقى المال مالهم ما بقاش مالك في الاول قالوا ولا تؤتوا الصفهاء اموالكم وهنا مدام اختبرت اليتيم وبلغ ايه اناست منه الرشد فادفع اليه ماله فربنا بيقولوا فادفعوا اليه اموالهم ولا تأكلوها اسرافا ما تعدش بقى تصرف والضيحة والوقت اول ما يكبر تقول خلاص ده خلصت فلوسك يا ابن انا صرفت عليك طول عمرك لا قالوا ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا يعني اصرف عليه بتأني عشان يلقى فلوس لما يكبر ومن كان غنيا مننا ربنا ادفل يستعفف اصرف من جيبك انت وادع اولي اول من فلوسه طب ومن كان فقيرا انا برضو القيم عليه بس فعير قال فليأكل بالمعروف يعني ممكن تشاركه في الاكل في اكله في جزء من فلوسه بسيط بالمعروف يعني بتقنين ما تفتحش على الرابع وتقول انا ايه انا هاكل معاه وتقوم وكل كل فلوسه معاه وتقول مقر ربنا اللي قال كل معاه لا فاذا تفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم لانه قد يتهموك بانك قد نصبت عليه لا تجيب شهود ها وتشهدوا على ان انا بدفع الفلوس ليه ها هو بمجرد نست منه رجده هل معنى ذلك ان الرجال هم الذين يرثون والنساء لا فربنا قال لهم للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيبهم مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ده فرض من ربنا مش بمزاج من يقسم الميراث طب وفرت حضر القسمة نص فؤرة الفرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا طب والخايف انه هو يسيب زرية ضعاف مش ادري يحوش لها او حاجة الف ليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا انا الذي سأوفر لهم المال ثم قال ان الذين يأكلون اموال اليتام ظلما بيأكلوا ويدحقوا على العيال وكلوا فلسهم انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لو تحسب انك انت هتضحك على ربنا بانك تنصب على اليتيم وهو صغير وتأكل ما له وتبذل فيه وتصرف ثم تقول له ليس لك عندي مال ومدام الانسان مدام ربنا سبحانه وتعالى قال للرجال نصيب وللنساء نصيب فبدأ يعلن تقسيم الميراس تقسيما سماويا مش بمزاجنا ده نازل التقسيم من السماء فقال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حفظ الانثيين وبدأ يقول حق كل انسان ذكرا كان ام انثى من الميراس فان كنا نساء فوق سنتين فلهن سلسة ما ترك الى اخر ما شرعه الله من ميراس وقد يسأل سائل يقول طب ما النساء ظلمنا في تقسيم المراس نقول له انظر الى الاية ولأبويه لكل واحد منهما السدس لأبويه لتنم بعض ابوه وامه فمما ترك ان كان له ولد طب فان لم يكن له ولد وورثه ابوه ابوه الاثنين قالت الى فلأمه الثلث معنى ذلك ان الى الى الكريمة اوضحت انه فلأمه الثلث مع ان الى وورثه ابوه اي فلأمه الثلث ولأبيه الثلث ايضا وهذا وهذا مما يؤكد ان القرآن الكريم قدم في هذه الآية الام على الاب بل ذكر الام ولم يذكر الاب اعتبارا واعتمادا على فهم المسلمين لمثل هذه الآية فلا داعي لان نظلم التقصيب السماوي للميراث فالآيات واضحة ثم استمرت حتى قال سبحانه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد لهن للنساء فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد موصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم لهن شوف ربنا سبحانه تعالى بيعطي النساء او انا مش عارف ليه احنا معطردين على التقصيم السماوي ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد واصية توصون بها او دين طب وماذا لو خالفنا هذا التقصيم الميراثي الذي الذي نزل من السماء يقول تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها وذلك الفوز العظيم طب افرد مش كده ألوى من يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده ويقول لنا اللي هأسم مش عاجب نتقسيم ربنا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ثم تنتقل الآية إلى بيان التي يأتين الفاحشة فيقول والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا لغاية ما ييجي الموت يخدهم أو يجعل الله لهن سبيلا وقد جاء بالفعل السبيل في آيات أخرى في مواقف أخرى فيما بعد لكن أنا أعيز ألفة النظر إلى أن إفرد واحدة ارتكبة الفاحشة هتورس هتعمل إيه فهو ربنا سبحانه وتعالى أعقب ربط بين الأوضاع بعد يوضاع والذين يأتيانها منكم فأذوهما فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما ثم يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة خدوا بلكم يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم طب يتوب على كل الناس أل وليست التوبة يعني مقبولة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولذلك ألبام مفتوح للتوبة لأي إنسان ما لم يغر غير ولا الذين يموتون هؤهم كفار نعم الاتنين دول ليست لهما توبة ليه طب واحد يقول إش معنى الاتنين دول الظلم نقول الظلم إزاي إذا كان هو جه يتوب لما لقى الموت طب وانت كنت في طول عمرك كنت في طول عمرك فربنا سبحانه وتعالى قال أغلق باب التوبة دون سنين هما حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني طبت الآن أدن روح الولى الذين يموتون وهم كفار لأن دمت كافرا أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ثم عادت الآيات إلى الميراس مرة أخرى فقال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوا ما تاخدش كراهة منهم ترثهم لا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني اتدعي اليوم عشان تاخد بعض إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة مبينة مش بالدعاء أو مش بالذنون وعاشروهن بالمعروف ودئاية رائعة تلخص الحياة فيما بين الزوجين فإن كرهتموهن افرد من شوية حاجات فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعادي أنك تستحمل وتتجاوز بعض الأمور والهنات حتى تستمر الحياة وإلا لطلق كل الرجال كل النساء طب افرد بقى حبيت تبدل وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج ويتيتم ليه ألأتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وآتيتم أنتم اللي آتيتم يبقى ما تاخدش بالبهتان ولا بالإثم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم مفاقا غليظا هذا هو المبرر الاستنكار في كلمة كيف وكيف تأخذونه فهو ليس استفهام بل هو استفهام إنكاري لمن يريد أن يفعل ذلك فينبه الله لا تنسى أنك قد أفضيت إليها وأخذت وأخذت منك مفاقا غليظا ثم تتوالى الآيات فتقول ولا تنكحوا ما نكح باءكم من النساء إلا ما قد سلف محدش يقول قبل كده كان في كذا ليه قال إنه فكان فاحشة ومقة وساء سبيل وإن كان في آية أخرى أظن في سورة الإسراء يقول إنه كان فاحشة وساء سبيل بس على النكاح عموما لكن هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فدل ميز هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبدأت الآيات تتناول التحريم لصنف من النساء أمهات أمهاتكم أمهاتكم الذين من أصلابكم من النساء من النساء يحرم على الرجال في الزواج منهن شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر